السلام عليكم البنات كديري اللبس عليكم مزيانين بخير كنتمنى تكونوا بخير وفي احسن الاحوال ان شاء الله هذا النهار جبت لكم حلوة جديدة كنتمنى انا تنال اعجاب لكم واذا نالت اعجاب لكم حال ديما ما تنسونيش بلايك وستشكريبير وليكومنتيغ كما كنتشوفو هذا النهار فضلا وليس امرا كما كنتشوفو هذا النهار سنشارك معاكم الحلوة ديال التمر عندنا نص زيت نص كس زيت نص كس كورغلاس وربع كاس ديال الماء الظهر ووحد خمالة للحلوة نص ديال لي وصبعة جرام وطحين على حسب الخليط وعندنا مئتين وخمسين جرام ديال الزبدة سنبدو على بركتي لا كما كنتشوفو غدين هزو التمر ديالنا ونسيت خصني ندير فيه واحد معلقة ديال القرفة في التمر غدين ندير فيه واحد معلقة ديال الزبدة بالنسبة للطمر باش نقدر نعجنه ندير فيه واحد معلقة ديال الزبدة ونزيد عليه نقوم بماء الزهر نقوم بماء الزهر تحتوي على ماء الزهر تحتوي على ماء الزهر وكما قلتكم تقدروا انك تضيف فيه شوية الجنجلان والقرقع ولا تكتفوا فيه بالطمر وتحتوي على ماء الزهر وانا قلت اضيفه معكم عادية نقوم بماء الزهر ونزيد فيها واحد معلقة ديال القرفة معلقة مزيانة كبيرة ديال القرفة سوف نقوم بماء الزهر نقوم بماء الزهر حتى تجمع لي الخاليط كله هذه الحلوة تجيغزالة يعني شكلا ومدقا تجيغزالة لقد تجيغزالة على المنوع الجد العجينة ديالنا قمت بماء الزهر قمت بماء الزهر لقد تجيغزالة سوف نقوم بماء الزهر سوف نجمعها ونجعلها أبارتي كما تردون تجمعت لي العجينة انا تتمرشيته على القزار يعني يمخدوم لم يفورتون سوف نفسك سوف نعمل وذكر المستخدم يستخدموا مع الباء الزهر ثم السكر ثم سكر ثم سكر سكر الزهر ثم سكر الزهر ثم سكر الزهر 250 جرام صافيت الزبدة ونخلطه مزيان العجينة نخلطها مزيان كما تشوفوا في الفيديو ونزيد على المسكة الزيس نرطب الزبدة مزيان حتى نرطب الزبدة نرطب المزيان ونقوم بزيد مزيان الماء الزهر كما قلت لكم يجب ان نقوم بزيد مزيان الماء الزهر ونقوم بزيد طحين قليلا لا نضيف طحين في مرة لتنزيد قليلا كم قيمة الطحين و الخميرة الحلوة 7غ صافية والجينة نزيد الخميرة الحلوة 7غ الخميرة الحلوة 15غ نضيف القيمة اجنة سوف تكون رطبة مع زبدة سوف تكون الرطبة سوف تشكل شكلها لكني سوف تكون مجالاً تكون رائعاً و سوف تكون نشكل تشكل التمر على هذا الشكل على هذا الحجم كما ترون تشكلها صغيراً و سوف تكون تشكل الشكلات الجميلة يأتي بشكل رائع و يأتي بخزان جربوه حاجة زوينة سوف نشارك معكم كيف تشكل تمر سوف نقوم بشكل تمر و نحرب لبين يديه مزيلا إذا كانوا يستطيعون أن تستعنوا بعض الزيت كما ترون العجينة لرطبة سوف نشكل معكم إن شاء الله سوف نستعنوا بلاستيك هاد الحلوى كما قلت لكم تجي غزالة تجي فنة شكلا و مداقا كما قلت لكم تقدروا أن كل عقدة ذي الوز تقدروا تقدروا ذي الوز تقدروا فيها الجنجلان أو القرقاع تقدروا تزيدوا فيها شوية الوز مطحون لا يوجد مشكلة تقدروا 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 بكل طبيعي تقدروا تقدروا مستقيمة نشكله بهالطريقة صافي تجي شكل رائع وكتحلوها مزيان كتدو مزيان سدادة باش انها ت تدلكم ما تحلكمش في الاخر في الفران نفس الطريقة تشكلو هكا صافي تحلو شوية من الفوق باش يجي بحل وردة كتجي غزالة 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 شكلا كما قلت لكم الشكل ديالها راقي ورائع وهذا الشيها هي الطريقة نفس الطريقة غادي نعود لها كتجي الشيشة ركو عارفين حلوة ديال الطمر كتجي الشيشة في الفم كتدوب كتدوب في الفم صحولي صافي بعد ما سالي تشكول سيد يولي كاملين صافي كننحاول انا ندردق عليهم شوية ديال السكر كنحاول نشري هات السكر حيث كيبقى في الحلوة هذا المطحون بحل يضغي 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 يمشي السكر صافي كما قدرتك عليهم السكر السكر يستعم هذا هو الشكل النهائي حلوة ديالنا كنت من عناتنا الإعجاب لكم هذا هو الشيشة الثلاء الشيشة لا يستعمل لماذا نضغي فيها جنجلان وغرقا وذلك الشيشة سوف نضغي بسيطة يجب أن يستفيدوا من هذه الحلوة يجب أن يجب أن يكون في شهر رمضان يجب أن نفوره و نضيفه نفس الطريقة و نضيفه مظهر و الزبدة و نضيفه القرفة و يجب أن يكون نفس الشيء هذا هو الشكل النهائي والحلوة نتمنى أنه سنال الإعجاب لكم و نتمنى أنكم تجربوها و إذا كان شيئا أخبروه في التعليقات و شكراً بزّاف مع السلامة للفيديو الجاي إن شاء الله